وإلى محافظة نينا وإذ آلنت مديرية الموارد المائية في المحافظة السيطرة على ارتفاع منسوب المياه في سد الموصل معاكدة في الوقت ذاته سلمت السد لم تصل قدرة سد الموصل لكامل طاقتها الاستيعابية في ظل الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد فهناك فراغ خزني قادر على استيعاب كميات أخرى من المياه والاستفادة منها في فصل الصيف القادم تأكيدات محلية أشارت أيضا أن السد يعمل بشكل منتظم ولا صحة للشائعات التي أطلقت حاليا الإطلاقات 2750 متر مقعب الثانية ومن المتوقع أن هناك كما قلنا ستشهد الأيام المقبلة إطلاقات زائدة قد تصل إلى 3000 أو أكثر من هذا بشيء قليل إن شاء الله فعليه بهذه المناسب نطمئن الناس بأن هذه الإطلاقات كلها طبيعية ولا يوجد أي تخوف من ارتفاع المناسب لأن لا زال هناك إمكانية لاستيعاب والإمرار الموجات الفيضانية أعلى من هذه الموجات لأن سدة النهر أعلى من مناسب بحدود أنتار وما عدا هناك مناطق ناس متجاوزون عليهم في أحواض وشواض نهر دجلة هؤلاء الناس نهيب بهم بترك وإخلاء مناطقهم خوفا من موجات قوية نتيجة إطلاقات من المحتمل ستشهد الأيام المقبلة إطلاقات زائدة نتيجة الإيرادات التي تأتي لحوض بحيرة سد الموصل حقيقة السد لا يوجد أي تخوف السد حاليا سد الموصل في وضعية أحسن مما كان عليه سابقا وكذلك بالنسبة كما قلنا نهر دجلة الوضع جيد لا يوجد أي تخوف هذه التطمينات أكدها مدير سد الموصل مشيرا سيطرة الملاكات الفنية على وضع السد ولا وجود لأي خطر على المدنيين القريب والبعيد سد الموصل مؤمن والوضع جيد جدا ولا توجد أي مشاكل هذه الإطلاقات إنما هي إطلاقات طبيعية لتمرير موجة الفيضان بما يؤمن خزين أيضا استراتيجي لسد الموصل وكذلك أيضا المحافظة على سلام السد الموصل بشكل مؤمن وبشكل بدروس 2750 متر مقعب بالثانية هي إطلاقات طبيعية كما يراها الخبراء والمعنيون لكنهم حذروا المواطنين المتخذين من ضفتي النهر محلا لإقامتهم وممارسة بعض النشاطات التجارية بعدم التواجد من المقتربات لحين انخفاض المنسوب من مدينة الموصل خالد جبوري العراقية آي ام اين ترجمة نانسي قنقر